بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل لدينا في حصة اليوم إن شاء الله اختبار الفصل الثالث في مادة التربية الإسلامية للسنة الثالثة ابتدائي قدمت لكم النموذج الأول ستجدون الرابط في صندوق الوصف قدمت لكم أيضا ملخص شامل لدروس الفصل الثالث واش لازم يحفظ التلميذ واش لازم يفهم لضمان العلامة الكاملة بإذن الله ستجدون أيضا الرابط في صندوق الوصف إذن لدينا الآن التمرين الأول ضع صحيح أو خطأ أمام كل جملة لدينا الجملة الأولى يعني إذا كانت صحيحة أضع صحيح إذا كانت خاطئة أضع خطأ لدينا إن لله خمسة وخمسين إسما صحيح أم خطأ هنا لدينا خطأ أحسنتم هنا إن لله تسعة وتسعين إسما لدينا للمسلمين عيدان عيد الثورة وعيد الأضحى صحيح خطأ إذن تذبح أضعية العيد قبل صلاة العيد قبل صلاة العيد هذا خطأ جيد بل بعد صلاة العيد هنا نتكلم طبعا عن عيد الأضحى يكون عيد الفطر في العاشر من شهر ذي الحجة ولدينا يكون عيد الفطر في أول شهر شوال إذن ما هي الجملة الصحيحة؟ أم الجملة الأخيرة خاطئة والجملة الرابعة إذن خاطئة؟ إذن هنا يكون عيد الفطر في العاشر من شهر ذي الحجة خطأ بل نقول يكون عيد الأضحى في العاشر من شهر ذي الحجة هذا هو الصحيح لدينا الجملة الأخيرة يكون عيد الفطر في أول شهر شوال نعم صحيح أحسنتم إذن هذا فيما خص التمرين الأول نشوف الآن التمرين الثاني لدينا أكمل الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله فراخ اسما مئة من إذن مطلوب من التلميذ أن يكمل هنا إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما مئة غير واحد من أحصاها دخل الجنة إذن هذا التمرين الثاني لدينا الآن التمرين الثاني مطلوب مني أن أقوم بشرح بعض المفردات أولا أهل الكتاب ثانيا لدينا البينة وثالثا لدينا الليلة القدر إذن لدينا أهل الكتاب ما معنى هذا؟ جاء في صورة البينة إذن هنا لدينا اليهود والنصارى جيد البينة هنا نقول الدليل الواضح أحسن ولدينا ليلة القدر هنا التلميذ يتذكر درسنا مع بعض صورة القدر شرحنا معنى صورة القدر أيضا شرح بعض المفردات إذن نقول هنا ليلة القدر ليلة في العشر الأواخر من شهر رمضان شرفها الله بنزول القرآن هكذا يكون الشرح كامل إذن الآن نشوف التمرين الرابع لدينا التمرين الرابع اربط كل آية بصورتها لدينا هنا الآيات ولدينا صورة البينة وصورة القدر يعني يقوم التلميذ بقراءة الآية الأولى ويميز يتذكر الآية الأولى هل توجد في صورة البينة أم صورة القدر لدينا سلام هي حتى مطلع الفجر إذن الآية هنا من صورة القدر جيد فيها كتب قيمة الآية هنا من صورة البينة وما أدراك ما ليلة القدر إذن من صورة القدر رسول من الله يتلو صحفا مطهرة إذن هنا الآية من صورة البينة إذن هذا فيما يخص اختبار الفصل الثالث النموذج الثاني إن شاء الله سأقدم لكم النموذج الثالث واختبار شامل في مادة التربية الإسلامية لأبطال السنة الثالية افتدائي اختبار شامل كما تعودنا في الفصل الثاني قدمتكم أيضا اختبار شامل في مادة التربية الإسلامية جميع التمنين اللي متوقعوا وتكون في اختبار الفصل الثاني قدمتها لكم في نموذج واحد إذن إن شاء الله الأيام القليلة القادمة إذن هذا فيما يخص حصة اليوم دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته